كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 تجاوزات مليونية ومخاطر إنشائية في مشروع تعالية سد الوال الذي كلف 31 مليون دينار وبدلا من تقليل فقدان مياه الأمطار شهد السد تسييلا وتفريغا في موسم الشتاء الماضي لنتابع كشف هندسي نفذه ديوان المحاسبة قبل نحو ستة أشهر أظهر هدرا بالملايين وقلقا على سلامة سد الوالة من الناحية الإنشائية ليوصي بعدم تعبئته فوق المستوى القديم قبل التعلية خمسة وزراء مياه وري تعاقبوا على مشروع تعالية سد الوالة بين 2017 وتاريخ تسليمه بالتزامن مع الموسم المطري لعام 2020 سلطة وادي الوردن حالت مشروع التعلية إلى شركتين بكلفة 25 مليون دينار لكنه تطلب تمويلا أعلى بحسب منفذي حتى وصل إلى 31 مليون دينار وذلك دون أخذ الموافقات الرسمية على الزيادات في مخالفات للصلاحيات الواردة في الأنظمة والتعليمات تقرير الخبرة يفيد بأن سد الوالة ركامي في كتفيه الأيمن والأيسر رغم ذلك تقرر تعليته بواسطة جدار استنادي خرساني مسلح وهذا أمر غير شائع في هندسة السدود إذ لا بد أن تكون التعلية من طبيعة السد الأصلي وتركيبته ينتقد التقرير أيضا تسييل أكثر من 3 ملايين متر مكعب من المياه منها 800 ألف متر مكعب في يوم واحد وذلك بموافقة سلطة وادي الأردن التي أكدت أن عمليات التسييل جاءت بناء على تعليمات الوزير في حينه ووفقا لتجارب وأساليب علمية عالمية بهذا المجال فإن السدود الركامية تتطلب بناء جدار استمنتي كحاجز علوي من الخرسانة لا يتعد ارتفاعه 9 أمتار لكي لا يكون معرضا لضغط المياه كاملا كما في حال سد الوالة الذي يبلغ ارتفاع جداره لسمنتي 20 مترا المشروع الممول من برنامج الطعوضات البيئية التابع للأمم المتحدة يهدف إلى زيادة السعة التخزينية للسد الذي أنشئ عام 2002 من حوالي 10 ملايين إلى 26 مليون متر مكعب لكن تلك المخالفات التي كشفها التقرير تضع علامات استفهام حول نجاح هذا المشروع وديمومته بعد أن كان يفترض أن يجمع المزيد من المياه لأهالي محافظة مأدبة